إبراهيم أنا معك السلام عليكم الشيخ والسلام والرحمة يا شيخ الله يسلمك وأنا طالع من الدوام إيه زين الله يكرمك وأنا في الطريق ندربت عليه السيارة الله المستعب نعم وتوفيت يعني تقريبا حالة وفاق أنا تتوقع لأن الشباب كلهم كانوا ملتمين عليه وتوفيت زين هذا في الرؤية نعم وأنا في الطريق وتوفيت الله يسلمك وما حسيت بأمري إلا في المستشفى وعلي يرسلوني زين وأقول لهم أنا مميت أنا عائش بأدن أني عائش مميت يعني وقام يغسلوني وقام ينظوني أقبها ما حسيت بأمري إلا داخل المسجد يصلون صلون جميعي وأسمع كل شيء وأسمع أهلي يرمسون وأسمعهم كلهم يصايحون بعد فترات لأنه طريق موديني القبر وحامليني كله يعني أشوف أهلي أشوفه منافذ حلم يعني يعني أشوفه مهم يشلوني أبوي وخوي وخالي وعملوني كلهم يشلوني شوية أدخل القبر ويأني الملك يأني الملكين سألوني السوار يعني سألوني الأسئلة سألوني من ربك قلت هاها لا أدري ما دينك قلت هاها لا أدري ضربوني بالمزربة ما حسيت بأمري إلا تحت وقمت من النوم وصفرت الله سبحانه وتعالى لما استيقظت ماذا كان شعورك بالخوف لمثل هذا اليوم فأعد علم المقصود لمثل هذا اليوم استعد يعني أنت تصلي يا شيخ والله للأسف ما كنت تصلي إذن الله عز وجل إذا حب عبدا رآه ماذا سيفعل به إن بقي على حاله يعني أما أعطيك مثال أخ إبراهيم خلك ويا عادي أسأل ما في مشكلة ولا تستحيل الآن أنت لو على الحقيقة هذا ما كان منام وكنت على الحقيقة ميتا وفعل بك هذا ماذا سترجو من ربك الرحمة وأن تعود للدنيا صح لعل يعملوا صالحا صح الآن أنت رجعت إلى الدنيا حتى لا يحدث بك ما رأيت في المنام استقيم كما أمرت الله عز وجل يا إبراهيم إذا حب عبدا يريه رؤية ما سيجري به إن بقي على حاله صحيح فأنت تصور أنك ميت وأنت ما تصلي وستحمل مئة بالمئة سيأتي عليك هذا اليوم لا تقول لن يأتي أتى على خير الأنبياء وأتى على شر الناس علم فأنت استعيد لمثل هذا اليوم يا أخي ما تصوى الدنيا كلها لن ينفعك أحد إياك أن تكون نهايتك مثل هذه مثل ما رأيت علم آمن صلي واستقيم وأصلح نفسك وادع نفسك وحرض النفس على الصلاح لأن هذه النفس ما تشبع من الدنيا ترى علم غير الصحبة غير الصحبة لأني لا أعلم رجل يترك الصلاة إلا كان بسبب ربعه زين نعم فغير الصحبة عليك بالصحبة الصالحة بإذن الله بإذن الله بس الله لي ولك الهداية أحمد بإذن الله بإذن الله نعم